لما تقرر تخزيني حاجة في الفريزر تجيبي الحاجة في الوقت اللي الحاجة فيها رخيصة تبدأ تشيل لأن طول الوقت حاجة عمالة تغلى وأوقات معينة الحاجة بتغلى فجأة كده ما تعرفيش ليه وإيه سببها يقولك الأرض المحصول مش عارفة إيه صيام فطار على حاسة بالدنيا وزروك ده يخزيني وشيلي معاك الظهر أو الكرنابيت بكل سوى على فكرة لو بتعمليه بطريقة حلوة مميزة فالكرنابيت بديل البنيئة أو اللحمة أو الفراخ وأحيانا السمك كمان علشان كده خزينيه عن ديكتول السنة والرمضان بإذن الله كل السنة وإنتم طيبين أتمنى المتابعة معاك وصوبر ماما يارب تفرحوني بشيروا اللايك على الفيسبوك واليوتيوب بإذن الله تعالى وعلشان اللبن دلوقتي بغالي وكل حاجة غالية معنا هنجيب الكرنابيتة بتاعتنا أو الزهر هنشطفها كويس لو فيها رملة أو أي حاجة نظفها ونقصيرها زي ما انتو شايفين كده زي ما أنا دايما بقول أيدي الراجل قول له هاخد اتنين بخمسين لو الواحدة بتلاتين يعني كده هيشلك عشرة جنيه أنا بعمل كده بعمل كده في الطماطم وفي كل حاجة لما بتكوني بتاخدي كمية بيبتدي يسيبلك منها هتحط المية بتاعتك على النار وتحط بتكمون وصكر وكمان ملح ناس كتير ابتدت تحط اللبن في المية بتاعت الكرنابيت أو الزهر علشان الريحة بتاعتها طب ما احنا ممكن ما يطلعش معنا ريحة هقول لكم ازاي الطريقة زي ما انتو شايفين أنا بغسل الزهر بتاعي وبقطعه كبير كده أو الكرنابيت مش بقطعه صغير علشان بيتهر معنا في الفريزر أو لما بتسلقيه ما يتهرش معاك ويقعد اكبر كمية معاك بصي بقى طريقة اللبن حلوة احنا دلوقتي الدنيا غالية وهنبتدي نفرز طماطم وكل الحاجات اللي احنا هنقدر نفرزها نلحق نفرزها ويا ستي لو عندك لبن وامكانياتك حضرة حطي حبة لبن بصو كوباية أو كوباية في الكمية دي كلها مش هتعمل حاجة معاك لو انت بمقدرت لكن لو انت مش قادرة ونفسك تفرزي ما تقفيش عند اي حاجة اعملي حاجاتك بقلل تكلفة وقلل تكاليف اول ما المية تغلي معنا هننزل الكرنابيت بتاعنا يضوبك خمس دقيق ونقوموا مطلعيني للمية ما تغلي بيه غلوة والتامية لا لا يضوبك هتنزلي بس تشمعي وتطلعي كده ما يتهراش معاكي والريحة بتاعته مش هتطلع والفايدة كمان هتفضل فيه وفي المية ساقعة تحطي لو ما فيش مية ساقعة افتحي عليها ست الكل مية من الحنفية برة دي وصفي بعد ما تصفي عبي في كياس وشيلي ما انتوا شايفين انا صفيته خلاص وهبتدي اعبيه بطريقة حلوة كده علشان ما يتبهدلش معايا وما ياخدش مكان في الفريزة هتحطي كل زهرة كده او كرنابيتة وتزبطي الكيس بتاعك او العلبة وتخزنيهم كده بقى تبقى ست بيت شطورة ماليتي بيتك كده بالطماطم بالسلسة وكمان الشط والفسلة وحاجات كتيرة قوي هنزل لكم بيك ها تمنى تتابعوني وصرحوني بالشير واللايك وتقولولي لو عندكم افكار حلوة للتخزين اكتبوها في الكومنت علشان غيرك يستفاد وانا كمان ممكن استفاد وهنزلها في فيديو تاني باذن الله هحط لكم كل التخزينات في الصندوق الوسط تعليقين اشتركوا في القناة